السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناتي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير و بصحة جيدة الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيه ان شاء الله جوج ديال الوصفة تزوينين بزف وحدا كيراتين ولكن دابا غدا تقدريت نوضيت ديره لانه بمكونات موجودة عندك في المنزل ثلاثة ديال مكونات موجودة في كل منزل وحتى التمان ديال هارخيس بزف وشوفوا كيفاش كيجي راه كيجي غوزال وكيرجع الشعر ديال الجيكس كيبقى يرطبو بشوية بشوية تتولي ناعم وحريري والوصفة التانية طلبتوها مني بزف ديال البنات خصوصا فجدرت الوصفة الطبيعية ديال صباغة الشعر سواء باللول البني او البنفسجي وكذلك بالاشقر والاسود كيجولولي البنات احنا مديرين صباغة الكيموية لشعرنا واش غدا تستقلينا ما غدا تستقليك إلا كنت دايرة صباغة الكيموية ولا دايرة ليماش تحييديها إلا مشي تحييتيها في الصالور ستحييديها بالطريقة ديال كولوغاسيون اي انها كتدري ديكاباج والما ديكاباج والغبرة وكتجي على شعرك كيولي الشعر ديالك بحل شكل ديال الصفة كيولي متقصف عجة لذا احنا غندير واحد طريقة طبيعية باش غتحييدي هديك الصباغة اللي ديرها ولي دو كليماش اللي ديرين باش نسيت رجعي تدري الوصفات طبيعية العادية وما غادي تخسر عليك الصباغة الطبيعية على الشعر ديالك ولو ماشي بحال الى درتها فوق الصباغة الكيموية دا بغادي نشوفوا المكونات ديال الكيراتين الطبيعي اللي قد لكم ساهل وتقدري دا بتنوضي تصايبيه ومن بعد واحد الساعة تغسليه وكن شعرك زوين بزاف لدينا هنا بيضة كيف ما كانت هنا عندي بيضة متوسطة كانت عندك بلدية مزيان ما كانش عندك تستعملي العادي محالي انا وزيد الزيتون والزبدة ديال البواطة اي نوع ديال ديال البواطة ماشي ديال العبار هدو متلات المكونات باش غدرين كراتين اللي را غدي يكون غزيل غزيل ولكن ضروري ما تشوفي الطريقة ديال باش تصيب هدو الوصفة و باش تطبقيها على الشعر ديالك هنا غدي نخوض هدو البيضة لكيف ما شفتو انا درتها بيضة متوسطة متوسطة صغيرة ماشي كبيرة وانتما قدمت كميه ديال البيض قدمت ضعفتو كميه ديال البيض ضعفوا المكومنت الخرام من الزبدة و الزيت انا درتها في هدو الكأس هكذا ديال العصارة الكهربائية وضفت عليها نصف كأس بقيس العنبة ديال زيت زيتون مكونات سهلين وزوينين ولكن الوصفة راها رائعة بلا ما نقلبه على لافوكا ولا البانان ولا الانشا ولا الروز راها فنة وما كتكونش فيها حتى الرحة من بعد انا درت غير البيض والزيت هكذا وغادي نطربه مزيان حتي ولنا عاقد على شكل كريمي او كيف ما كان عارفو بحل الطريقة باش كنصيبو المايوناز غير هادا الوصفة ما فيهاش الخل الخل مالاحسن اننا ما نديروش في الوصفات ديال تنعيم الشعر نقدرو نديروه لكننا مضطرين ان نديروه في وصفة ديال الصباغة باش يفيكسين نصباغة ما ديال تنعيم الشعر نحاولوه باش ما نديروش لانهو كنشف الشعر من بعد هكذا شوف كيفاش كتشوفو راها مايوناز 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 بها الطريقة راه صحي ديريه الوليدات كتاكلوه راه صحي ما فيه لا ملحة ما فيه لا يفزار ما فيه لا خل لمطارد لاوالوه هكذا غير البيض وبها الطريقة بيضة ونسكسي الزيت وديريه زيت زيتون ما ديريش زيت المائدة لانهو هادرج وصفة وغديجيك مايوناز نحن هاد المايوناز بغنيجيك مايوناز بغنيجيك بغنيجيك هاد شوية لانه في الاول ما عمرتها ملعقة كبيرة ما ملوءة وهكذا تكون بحرارة المطبخ ما تكونش جبدها من من تلاجة لا ما غداش تخلط لك مزيان غنبقوا نحركوا فيها هكذا إلا جاتنا صعبة أننا نحركوها غدي نديروا الطراب اليدوي ونحركها مزيان واللي في الاول خلي الخالط في الكاس ديال الطحانة الكهربائية وضيفي عليهم ملعقة مملوءة ديال الزبدة وخلطة مزيان حتى كي يولي كريم يخلط في الطراب النيت أنا غدي نحبس حتى نخلط ورجع معاكم سوف يحركتها مزيان مزيان أو مزيان كريمي هاد الوصفة رائعة للشعر تقدري تخليها واحد ساعة فقط في الشعر ولا تخليتها أكثر مكونات كلها طبيعية وزوينة الطريقة ايش كنديرو؟ باشي ضروري يكون الشعر نقي ولا متزخ كيفما كان نبدو نديرو من الجدر من الجدر ديال الشعر طول الشعر ولي بوانت كامله وكان حلبو كما نديرو فتفريزاج ومن بعد ندير عليه إما البوني وإما الفيلم اللوي مزيان ونغطي ونخليه واحد ساعة إلا خليته أكثر مزيان من بعد نغسله راكي جيزوين ورائع ده بغدي نوريكم الوصفة اللي قلت لكم اللي كتحييد لينا الصباغة اللي في الشعر مصبغة شعرك بالصباغة الكيموية وبغيتي تحييديها باش تولي تدري وصفة طبيعية ولا بغيتي تحييديها باش تبدلي اللون مثلا كنتي ديرها أسود بغيتي تدريها أشقر بغيتي تحييدي هديك اللون لديكولوراتيون ونحييديها بالديكابات كتجين على الشعر هنا وصفة طبيعية هدي نخوض هنا الفيتامين سأعطيكم وصفة وحدة هنا وصفة وحدة ولكن لا بغيتو كنتو كتبغيو هدا اسميتو بزاف غدي نزيد كم وصفات هدا ديال لديكولوراتيون إلا كان شعرك طويل كيف موريس تدير حتى الربعة ديال الأقراص غدي نخليهم هاكد يدوبو وغدي نرجع معاكم ديري فوقها شوية المعادي ديال الروبيني وكتخليها الدوب حتى الدوب نصف الدوابان ما غديش نخليها الدوب كامل من بعد ما دهبت نصف الدوابان باش تعقب تفور مع هاد المكونات الخرى اللي غدي نزيد واحد الكمية على حسابية شعري واشطويل اللي قصير ديال شامبوان وغدي نزيد أبري شامبوان وغدي نضفت من شامبوان ومن ديميلور غدي نخلطهم مزيان من الأحسن نخلطهم بشمل عاقة ديال العود أنا ما عنديش كندير هاد هاد السباتيلا هادي ديال اللي كندروا بها الحلاوة غدي نخلط مزيان نخلطها مزيان 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 حتى تكمل الفوران ديالها ضروري ما ديك القرص الديري هو كيفور وقبل ما يكمل الفوران ديري شامبوان وديميلور وتبقي هاكده حتى تكملي الفوران ديالها من بعد غد ديري على شعرك كيف مكان مغصول ولا ماشي مغصول وغدي تخليه جو سواه وغدا تغسليه من الاستعمال الاول حتى تحييد وغدي تبقي دومي عليها مره في الأسبوع حتى تحييد لك الصباغة كاملة هادي هي الطريقة الوحيدة إلا ما بغيتيش تمشي تدري ديالي ديكولوراتيون وبمواد كيموية بزاف زافرة كتعرفوا ديكاباجو الماديال وغدي يخرج لك على الشعر كيفما كنت لكم تولي بحال شكل ديال الصوفا اللهم هاد الطريقة وكتبقي تحييديه إلا كانتش الصباغة بقات فيك خفيفة بسرعة كتحييد نتمنى ان هاد الوصفة تعجبكم دروا لي لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا